السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة اجيال الاندلس نوعا كل يوم جديد عندنا النهاردة في قرار جميل جدا عودة العمال المصري الى ليبيا بدون تأشير الدخول بجواز صفر كما كانت وده النص قدامكم اهو قرارات من الحكومة الليبية المؤقتة من وزارة الداخلية قرار وزير الداخلية رقم 198 لسنة 2019 بشكل بشأن اذا عالي التنظيم مكتب العلاقات والتنصيق الدولي بمنفذ مساعد وزير الداخلية بعد طلع الاعلان الدستور الصادر في 3 اغسطس سنة 2011 وتعديلاته والاحكام قانون نظام المال الدولة لوائحه وتعديلاته والاحكام القانون رقم 10 لسنة 92 بشأن الامن والشرطة والقرارات المنفذلة والاحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحة التنفيذية قرار مجلس النواب 24 2014 منح الصقة الحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 بشأن منح الصقة لبعض الوزراء وعلى قرار مجلس الوزراء من رقم 145 لسنة 2012 كل ده قرارات يا جماعة عشان يتم اعالة العمال المصرية مرة أخرى بشأن اعتماد الهيكل التنظيم وخصصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازي الإداري جهازي الإداري وعلى قرارة زي الداخلية رقم 980 لسنة 2012 بشأن اعتماد التنظيم الداخلية وزارة الداخلية وعلى كتاب رئيس النادي الليبي للسيارات وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية وكتاب مدير المكتب قرار الآتي قسم الجوازات المساعد قرر مادة واحد ينشأ مكتب بمنفذ مساعد البري يسمى مكتب العلاقات والتنصيق الدولي تابع الوزارة الداخلية مباشرة يتولى مكتب العلاقات والتنصيق الدولي في الصات الأتية التنصيق في الزارات المتبادلة للجانبين الخاص بوزارة الداخلية وغيرها متى طلب ذلك وبالتنصيق مع الجهاز المخصص إعداد قاعد بيانات وأرشيف يحتوي المعلومات الخاصة بالعمالة الوفدة وتقديم تقرير دورية عن سير العمل بالمنفذ دولي وزارة الداخلية وتحصيل رسوم دخول العمل الوفدة طبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بموجب إيصال وإيداعه في حساب وزارة الداخلية بشكل مباشر معالجة مشاكل المواطنين الليبيين في الجانب المصري ومركبتهم وإيجاد الحلول لها وزارة بذلك أي مهام أخرى تسند إليها من الوزير مباشرة مادة ثلاثة يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المتخصصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه أهو صدر في مدينة بنغازي بتاريخ 2019 شهر ثلاثة اللي هو عندنا قدامكم هذا القرار من وزارة الداخلية رائم خليفة بوشناف ده خبر كويس جدا للعمال المصري اللي عاوز يعود لليبيا تم مرة أخرى وياريت ترجع العلاقات العربية زي ما كانت زمان كانت علاقات قوية جدا وكانت مصالح متبادلة بين المصريين الليبيين وغير المصريين والليبيين بقى مصريين وسعودية والعلاقات والدول كلها اللي رفعت بأمانة من دخل الفرض بره وجوه ونتمنى الخير لولدنا سواء مصري أو ليبي أو عربي وتمنى الخير للدول العربية كلها اتحاد قوة بعلقة إن شاء الله تنظروننا في كل جديد على قناتكم قناة أجيال أندلس أي جديد إن شاء الله بالشأن الليبي أو الشأن المصري أو أي قرارات خاصة تفيدي الناس كلها هتبقى موجودة على قناتنا قناة أجيال الأندلس اشترك في القناة انشر الفيديو ده حتى تعامل الفائدة ممكن غيرك ما سمعش على الخبر ده يوصل عن طريقه إن شاء الله تنظرونك قرار من وزير الداخلية رقم 198 بشأن عودة العمال المصرية بدون تأشيرة خلاص بجوز الصفر فقط لا غير تنظرنا في كل جديد في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر